اشتركوا في القناة الموضوع الرابع اعضاء الحس طبعا افتحوا الكتاب لصفحة 76 سأكون في نهاية هذا الدرس قادرا على ان اتعرف على آلية اعضاء الحس وسمي التراكب المكونة لأعضاء الحس ومارس عادات صحية تحافظ على صحة اعضاء الحس وسلامتها طبعا جميعنا نعلم اعضاء الحس اللي تعلمناها بالصفوف السابقة انه اعضاء البصر الشم التذوق اللمس السمع هاي كلها تعتبر اعضاء الحس فهذا نقلب على صفحة 78 اقلب الصفحة 78 الفكرة الرئيسة اعضاء الحس في الانسان هي العين والاذن والانف واللسان والجلد وتتكون هذه العظام التراكيب مختلفة ولكن ولكل من هذه التراكيب وظيفة معينة المفردات الصلبة والمشيمة البؤبؤ والشبكية الاذن الخارجي الاذن الوسطى الاذن الداخلية براعم التذوق مما تتركب العين اول عضو رح ناخده هو العين العينان هو عضوان هو عضوالبصر عضوالبصر يعني العين البصر هي اصلا عضوالبصر هذا الشيء معروف يغط العين جفنين يعني جفن علوي وجفن سفلي هم هذا الشيء نعرفه وظيفة الاجفان نخلي خط اسفلها يمهم وظيفة الاجفان غلق العينين اثناء النوم وحمايتها من دخول الاجسام الغريبة طبعا تتكون العين من ثلاثة طبقات مما تتكون العين من ثلاثة طبقات طبعا لذل اللحظة احنا باللون الابيض هذا يسمى بياض العين بعد بياض العين حيجي الجزء الملون اللون عيني ازرق واخضر واصفر وجوزي هذا تسمى القزحية الجزء الملون فوق القزحية يعني امامها رح يوجد جسم شفاف جدا يعني شفاف يسمى القرانية وبالوسط اكو يعني هاي الفتحة الصغيرة تسمى اللذن لحظة باللون الاسود تسمى البؤبو هذه الفتحة الصغيرة تسمى البؤبو اذا شكل العين شفناه من الامام بس لو اخليك تشوفوا العين يعني تشريحها من الجانب يعني من جانب وجهنا شكلها كراوي وده اللحظ عضلات العين كيف مرتبطة بالكرة وده اللحظ انه العين محجر العين يعني تدخل بداخل تجويف في جمجمة الرأس يعني بجمجمة ناع هي بتجويف بقرة العين ده اللحظ انه هاي الشبكية المؤشر عليها باللون الابيض بالسلام الابيض هاي العدسة اللي تكون محدبة الواجهين وامامها الموجودة اللي يقولنا عليها الحدقة او هي البؤبو يعني الجزء اللي يمر الضوء وامامها طبعا راح توجد القزحية يقولنا الجزء الملون فوق القزحية اكل قرانية الجسم الشفاف هو الغشاء الشفاف اللي يسمى القرانية والشبكية موجودة مثل ما مؤشر عليها وامامها العدسة وبالتالي عصب العين هذا هو العصب العين اللي يرتبط بالدماغ هذا اللي هنا صار واضح انكمل هنا بالعين تعرفني على اجزاءها اذا تذكوا لعمي ثلاث طبقات الطبق الخارجية تسمى الصالبة وتضم القرانية والبياض العين وتكون محدبة الى خارج مثل ما اتفقنا الطبقة بالخارج الصالبة هي اصلا البيها بياض العين والبيها القرانية وتكون يعني محدبة الى الخارج فعلا احنا من البdire على بياض العين كأنما بارز الى الخارج اثنين الطبقة الوسطى تسمى المشيمية الطبقة المشيمية طبعا هي ضم الجزء الملون من العين وسمينا القزاحية بس نحن 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 على الطبقة الوسطى شوفنا لكم القرص الملون هذا موجود بطبقة المشيمية الطبقة الوسطى تحتوي على القزاحية هو الجزء الملون وتحتوي على الفتحة صغيرة يمر من خلالها يسمى البؤبؤ اذا بالطبقة الخارجية موجود بياض العين الصلبة موجود بياض العين وموجود بيها القرانية الطبقة الوسطى تسمى المشيمية والمشيمية تضم الجزء الملون القزاحية زائد البؤبؤ طبعا البؤبؤ وظيفته شنو وظيفته انه يقوم بإدخال او يمرر الضوء الى العين بعد البؤبؤ لاحظنا عدسة العين ها هي العدسة تقع خلف البؤب والعدسة وتكون محدبة الوجهين الشفافة اما الطبقة الداخلية بالاخر هي طبقة الشبكية الشفناء اللي تكون مرتبطة طبعا الشبكية عباية رح تتحسس الضوء تبدأ تميز الالوان فتنقل هاي التفاصيل للعصب البصري والعصب يوصل الى الدماغ هسا عدنا افكر واجيب ما طبقات العين عدنا سؤال افكر واجيب ما طبقات العين احنا اتفقنا انه طبقات العين هي ثلاث طبقات اذا طبقات تذكرون عمي ثلاث طبقات الطبقة الخارجية الصلبة الطبقة الوسطى المسلمية والطبقة الداخلية الشبكية بكية. هزا رح نجي على السؤال البعدة لماذا يتسع بؤبه العين في الأماكن المظلمة والجواب حتى يسمح لأكبر كمية ممكنة من الضوء للدخول إلى العين. يعني من ندخل مكان مظلم يقوم البؤب يدور يعني يبدأ يبحث عن الضوء فالهذا سبب يبدأ يتوسع حتى يبحث على أكبر كمية من الضوء هزا حنيجي على صفحة 79 كيف أرى الأشياء. تستطيع العين الطبيعية رؤية الأجسام الواقع على مسافات مختلفة حين نقدر نشوفها هذه. وهذا ما يسمى بالإبصار إذن الإبصار هو رؤية العين إلى الأجسام الواقع على مسافات مختلفة. طبعا تسلسل الرؤية كيف يحدث أو شيء يدخل الضوء إلى العين أول عضو يستقبله جزء عفو يستقبله هو البؤبو. البؤبو رح يمر الضوء إلى العدسة فتعمل العدسة وصل البؤبو على العدسة. العدسة جمعت توين على الشبكية الشبكية استلمت تفاصيل صورة وتحسست الألوان ولكن تصلها الصورة مقلوبة فتقوم الشبكية بالتحسس والتمييز وتنقل التفاصيل إلى الدماغ من خلال العصب البصري فيقوم الدماغ بإعادة ترتيب أجزاء الصورة حتى تكون مشابهة مماثلة للطبيعة من حيث الألوان والمسافة وبعدين يعرجحها بشكل محتدل إلى الدماغ بعدين يوصل التفاصيل بشكل محتدل هسا هنا أنا أولية الإبصار اللي أمامنا بدأ اللاحظة هي العين كرة العين اللي تعرفني عليها دتلاح إنه أمامنا شمعة أريد نشوف شون دي نبصر الشمعة طبعا بالبداية إحنا نعرف إنه الضو يساعدنا على الرؤية الضو السقط على الشمعة ووصل إلى العين العين استلمت دخل البؤبؤ البؤبؤ جمع الضو عفوان مرر الضو إلى الشبكية إلى العدسة عفوان العدسة جمعت الضو لاحظوا كيف جمعت الضو شون خلتها بشكل مخروطي فبدأت تجمع الضو جمعتها على الشبكية الشبكية استلمت الميزة الجسم ميزة ألوانه بس استلمتها بصورة مقلوبة فيقوم العصب تبدأ الإعازات وين تنتقل من خلال العصب البصري هي بدي توصل إعازات إلى الدماغ إنه أكو جسم أمامنا نريد نبصر هذا الجسم فهذا الدماغ المخ يبدي يضطينا التفاصيل عن شكل الجسم ولونه والبعد مالته فيعطينا صورة معتدلة إذن تسلسل رؤية حبايبية أولا الضو يسقط من الأجسام يسقط عليها الضو الضو يتجه إلى العين البؤبؤ يقوم بتمرير الضو وتقوم العدسة بتجميعها على الشبكية الشبكية تتحسس الألوان بصورة والأشكال والأجسام بس بصورة مقلوبة بعدها يقوم العصب البصري بإيصاله إلى المخ يتم تفسير الصورة هسا هنا صار واضح العين وكيف نبصر إذن حفاظ على حاسة البصر أشياء طبيعية أنه نظرا للأهمية التي تمثل حاسة البصر يجب أن نحافظ على صحة وسلامة هذه الحاسة فلا أجلس قريبا من تلفاز أو شاشة الحاسوب يعني أستخدمها مدة طويلة أستخدم طبعا إضاءة مناسبة لا أكل إشخافة ولا أكل إشقوية وأيضا أهتم بنظافة عيني أرتدي النظارات الشمسية عندما تكون الشمس قوي وهكذا من قواعد السلامة والحفاظ على البصر إذن ما خطوات الإبصار جواب يدخل الضاولة لعيني من خلال البؤبو بعدها يتجمع تقوم الشبكية بتجميعه وترسله إلى الشبكية تقوم العدسة بتجميعه فترسله إلى الشبكية فتقوم الشبكية بإيصال الصورة إلى الدماغ أبرى العصب البصري إذن ما الشبه بين مبدأ عمل آلة التصوير والرؤية بالعيني الجواب تكون الكاميرا صورة مقلوبة للأجسام وبعدها تتجمع لتكون مشابهة للطبيعة يعني أول مرة عدسة الكاميرا عرفون من تبدأ تجمع على الفيلم حتى تجمعها مقلوبة بعدين تنعدل بالكاميرا الصورة وعادي أنه نلتقد صورة عادلة مثل ما أخذناها نفس الشيء تكون مشابهة أيضا لعمل العين أيضا العين تجمع الصورة بالشبكية بصورة مقلوبة بعدين تقوم الدماغ يعني تعديل تفاصيل الصورة أما مما تتركب الأذن طبعا الأذن هو هي أو هو عضو حاسة تستمع لدي الإنسان تتألف من الأذن الخارجة والوسطى والداخلية الأذن الخارجة طبعا تبرز فوق سطح الرأس تبرز تسمى صيوان وهو تركب غضروفي حبايب الغضروفي يعني مادة تكون لينة طرية مو مثل العظم صليبة تكون مغطة بالجلد ويحتوي على طيات طيات هذه الطبقات تدين لاحظها الموجودة عبارك طبقات على بعضها فتسمى طيات وصيوان الأذن بعدين تبدأ قناة السمعية بعد صيوان الأذن طبعا تحتوي على شعيرات ومادة شمعية ذا ملاحظين بداخل الأذن ومادة مثل تكون دبقة مادة شمعية طبعا تفرزها الأذن حتى تحمي الأذن من دخول الأتربة إليها أما الأذن الوسطى وتتكون من تركيب يسمى غشاء الطبلة وتحتوي الأذن الوسطى على ثلاثة عظام وظيفة نقل الأصوات إلى الأذن الداخلي هاي الأذن الوسطى بها هاي غشاء الطبلة غشاء الطبلة وتحتوي على ثلاثة عظام وظيفة تنقل الأصوات إلى الأذن الداخلية الأذن الداخلية ترتبط بالعصب السمعي الذي ينقل الأصوات إلى المخ ليقوم بتفسيرها توقف من أشعال المقاة agreement ترجمة نقل constant غشائع الطبلة ترجمة نقم ترجمة نظر êبـــــــعוחت ق Triple K أفراً ترجمة نقم ترجمة نظر ترجمة نظر جمازان أسفremo لا أعض Burd أترجمة نظر المحاة وأدرجة للغد ترجمة نظر which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. Then you can see these three bones that you can see. The gusha, of course, moved to three bones. The gusha and the three bones, we're going to talk only about the middle of these bones. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a ripple, which creates one cell bundle, the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple. which creates waves, hair-like structures. Now the sound of the malleus, you can see it like the cochlea and the chalazone. This malleus, the malleus, acts as a sound effects. It acts as a sound effects. These malleus, the malleus, acts as a sound effects inside the malleus. The position of the malleus is a sound effects. The malleus, the malleus, is a sound effects. The malleus, the malleus, is a sound effects. The malleus, called stereocilia, sit on top of hair cells and are grouped together. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. Now the brain is connected to the brain, and then the sound of the hair cell turns out, and we can improve the sounds. So, how do we care about the hair cells? There is already a disease. And therefore, in France, there is a case of thatzel nerve cells that have the breathing AA first and a second transmission of head necessary again. Now the correct note is that the� ribs practice conditions are completely easy because the muscles وطن ناعمة هاي المنبهات نقلت إلى العصب السمعي والعصاب إلى الدماغ وفسر إن الصوت لو للدماغ ما حتتفسر عندنا الأصوات إذن حفاظ على حاسات السمع يجب أن نحافظ على صحة وسلامة حاسات السمع فاهتم بنظافة أذنية وابتعد عن الأماكن التي يعلو فيها الضوضاء يعني الأصوات العالية ولا أصوات المزعجة ولا أستخدم سماعات الهاتف مدة طويلة لنا تسبب الأذى لطابلة الأذن نتيجة تعرضها للصوت العالي مباشرة إذن من الأجزاء الرئيسية لتركيب الأذن الجواب الأذن الداخل الأذن الخارجية الأذن الوسطى والأذن الداخلية التفكير ناقد أواضح دور الهواء في عمليات السمع هالجواب الهواء يعمل كوسط ناقل للأصوات لو للهواء لا يوجد أصوات ما نسمع إذن الصوت أو الهواء هو ينقل الأصوات ما موجود هواء ما راح نسمع أصوات نجي على صبحة واحد وثمانين مما يتركب الأنف طبعا الأنف يتركب بهذا الشكل إنه تجويف الأنف وبداخل تجويف الأنف أكو أكو منبهات همعصبية يعني اختصاص هاي المنبهات التقاط روائح إذن تجويف الأنف وتجويف الأنف يحتوي على منبهات تكون عصبية اختصاصة تلتقط الروائح وهاي المنبهات حبايبي أيضا ترتبط بعصب الشم الذي يرتبط بالدماغ إذن مما يتركب الأنف راح نقول الشم من الحواس الخمس للنسان والأنف هو عضل الشم يتكون الأنف من فتحتين تسمى من خرين وتكون مبطنة من الداخل بشعيرات صغيرة ومادة مخاطية احنا كنا نعرف أكو شعيرات ومادة مخاطية بالأنف هاي تعمل على ترطيب السطح الداخلي يتصل تجويف الأنف بتفرعات العصب الشمي هذا العصب حبايبي ينقل الروائح إلى المخ حتى يتعرف عليها ويتنتش خيصها يعني الدماغ أو المخ هو الخلان الميز الروائح هو ليخلين الميز الأصوات بواسطة المخ خطوة عملية الشم أولا يستنشق الرائح يعني الأنف يبدأ يستنشق الرائح مع الهواء تمر رائح عبر من خرين إلى تجويف الأنف بعدين تنتقل الرائح إلى الأنف من خلال العصب الشمي بعدين ينتقل العصب الشم ينقل المعلومات عن الرائح إلى المخ لكي يتعرف عليها لكي أحافظ على حاسة الشم حبايبي لازم أن نستنشق الروائح يعني أتجنب استنشاق الروائح النفاذة الكريهة القوية تكون طبعا نغطي أنفنا بمنديل لأن هذه الرواح تضعف أعصاب الشم إذا كانت الرائحة قوية جدا ممكن تتلف عصب الشم ويجب أن أستعمل المنادير الورقية في تنظيف الأنف وغطي أنفي وفمي بالمنديل أثناء العطاس وعند إصابتي بالزكا التلخيص مع خطوات عملية الشم مثل ما مذكور يستنشق الأنف الرائح تنتقل بعدها إلى العصب الشمي ومن العصب ينقلها إلى الدماغ المخ والمخ يقوم بتفسير الروائح التفكير الناقض هل تستطيع حاسة الشم أن تميز بين أكثر من الرائحة في وقت واحد؟ الجواب نعم لماذا؟ بسبب وجود تفرعات كثيرة للعصب الشمي فيمكن أن تلتقط أكثر من الرائحة لاحظتوا؟ يعني حبايبي لو عدنا عصب واحد كان التقطنا رائحة واحدة فقط بس سبحان الله أنه خالقني أكثر من عصب شمي نقدر نلتقط أكثر من رائحة ما تركب اللسان؟ اللسان هو عضو حاسة التذوق وهو عضو عضلية يحتوي على مناتق تعمل على تمييز الطعام تسمى براعم التذوق قبل ما أنسح بايبي رسم البرعم التذوق الموجودة أمامنا بالصورة هذا رسم مهم حفظ كل طعم وين موقع يكون؟ فإذن براعم التذوق هي أربعة أنواع براعم المرارة وظيفة تتمييز الطعام المر وتقع في موقارة اللسان براعم الحلاوة وظيفتها تتمييز الطعام تميز الطعام الحلو وتقع في مقدمة اللسان أما براعم الحموضة فتقع في الجوانب بالجانبي اللسان بس بالقسم الخلفي وظيفتها تميز الطعم الحامض وتقع على جانبي اللسان الأماميين جوانب اللسان الأماميين براعم الملوحة التي تميز الطعم المالح طبعا هاي مثل ما دنشوف بالصور والأماكن البراعم طبعا خطوات عملية التذوق نما نأكل احنا يمتزج الطعام يعني الذي أمضغه مع اللعاب فيلامس سطح البراعم الذوقي طبعا باللسان تنتشر براعم ذوقية صغيرة هاي البرعوم وظيفتها ينقل الطعم ينتهي كل برعوم بعصب تذوق هذا العصب التذوق بعدين رح يتجمع إلى عصب التذوق وينقل وين ينقلوا إلى يتجمع كل العصابها الصغيرة مع التذوق تتجمع بعصب لتصل إلى المخ ليقوم بتمييز الطعم التذوق عندما تتناول طعاما جديدا بالنسبة إليك فإنك تتذوقه بطرف لسانك وعندما تجد طعمه جيدا فإنك تمضغه فتحس أن طعمه صار أفضل تشكل البرعوم الذوقية الموجودة على اللسان مستقبلات التذوق الرئيسية ويقارب عددها عشرة آلاف برع من ذوقي تتوزع على اللسان فتجعل الشخص قادرا على التمييز بين الأرض السناعة بايبها هي برعوم التذوق بعدما يسقط الطعام عليها رح تبتي تتميز رح تتقط الطعام تتقطع البرعوم فانتبه إن شون تتصل بعصب هذا العصب يسمى عصب التذوق وتستجيب معظم البرعوم الذوقية لعدد من الأطعمة إلا أن هناك أماكن محددة في اللسان تعد أكثر إحساسا وهذا عصب التذوق وين يصل؟ قلنا بالأخير تجمع هذه أحصاب التذوق وتصل إلى عصب حسين هذا العصب هذه البرعوم التذوق يتصل بالأسفل من العصب هذه الأحصاب تتجمع لكي تنقل الطعام إلى المخ إذن ها هي الأحصاب مثل ما قلنا هذا البرعوم بأسفل العصب يتجمع الأحصاب لتكون العصب والتذوق بعدها يتصل وين؟ بالمخ ليميز الطعام ها هي برعوم التذوق حتى حافظها لحاسة التذوق يجب أن تجنب تناول أطعمة الحارة التي تؤذي اللسان وتسبب الحروق في سقف الفم واللسان هنا عندنا فكر وأجيب التلخيص ما أنواع برعوم التذوق مثل ما ذكرناها أربعة أنواع وموقعها مثل ما ذكرنا التفكير الناقد ما علاقة حاسة التذوق بحاسة الشم الجواب تختفي حاسة التذوق عند اختفاء حاسة الشم لأن كلهما هيكون مرتبط فبالتالي يقول لك كما هو الحال عند الإصابة بالزكام ليس من مرات من يصير فلاونزة من خشبنا يعني يصير بالزكام أو نكون منشولين بخشبنا بعد ما نريد ناكل ما نحس بطعم والأكل هسا عدنا حبايب بصفحة 83 حال مراجعة الدرس هسا عدنا أولا ما عضاء الحس في الإنسان وما تتركب أول شيء عضاء الحس العين وتتركب من طبقة تتركب من ثلاث طبقات والأذن وتتكون من ثلاث أجزاء والأنف وهو عضو الشم واللسان هو عضو التذوق وأكيد الأذن هي عضو السماء هسا عدنا ثانية ما التراكب الذي يمثل جزء التركيب الذي يمثل جزء الملون في العين أجواب القزحية ثالثا ما المناطق المسؤولة عن تمييز الطعم في اللسان أجواب برامة التذوق رابعا ما الخطوات التي تمر بها عملية التذوق بالمربع الأول أو المستطيع رح نكتب أول شيء يمتزج الطعام مع اللعاب بالمربع أو بالمستطيع الثاني نكتب يلامس الطعم سطح برامة التذوق أما بالمستطيع الثالث رح نكتب تنقل البراعم الطعم إلى الأحصاب لينقلها إلى المخ يتعرف عليها بالمستطيع للخلاصة الجو والملخص نكتب خطوات عملية التذوق خامسا تتكون الأذن الوسطى من جواب جيم ثلاثة رئيظام سادسا ما شكل الصورة التي تتكون على الشبكية شكلها هيكون مقلوبة باء سابعا أيهما أهم للسان حاسة البصر أم حاسة الشم ولماذا الجواب حاسة البصر لأن ستكون حياة الإنسان يعني أصعب بدون البصر ممكن الشم نقدر نستغنى عنه بس البصر كلش تكون صعبة لنا حبايبي انتهت مراجعة درسنا لهذا اليوم نلتقيكم بدرس جديد مع السلامة